السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم من الجديد في هذا الفيديو كيف ماشته من العلوان هو كيفاش تحصل على سبعة على سبعة في الكيميا يعني كيفاش تيميد ديالتاني بركالوريا احصل على سبعة على سبعة في الكيميا الشي بنسبة الشعب متخلط لحال اس بي سي و بي سي و اصمت كل ما اه 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 مش راضي انا شي وصفة صحرية ولا ولا نقول لك راه غير تسمع لها تشير عالى سبعة على سبعة على سبعة يعني بعض ديزيستيوس ولا بعض الطرق لي ممكن ساعدكم باش الواحد يبصل المطلقة لحال 7 على 7 وكان يجيب فيها 7 على 7 مطلقة لحال دونك هنا يا اول حاجة اللي خصوكون تلميذ عارفها وضابطها هي يكون عنده عارف المعادلات تنقص بعمل اكسادة اختزال ثم اش حمض قاعدة هادو يكون ضابطهم فهتشدلوا بلانة بعيدة عدت يتزاد في اللخذك الشديل اش استرا حان معا امضع الحال استرا حان معا لمعادلات ما خصوش تكون تغلط فيهم تفهمنا من بعد المعادلات عندك الجدول الوصفي هاتشي متضروري تعرفوه المعادلات الجدول الوصفي ثم كميات المادة هات كميات المادة هات كميات المادة ما خصوش تغلط فيها في الحالة اش لحالة صلبة مطلقة الحالة الصلبة ثم هنا حالة سائلة ثم حالة غازية وتشوفوا له عندك ثلاث الحالات تكون ضابط لي كميات المادة جبادها جميع الطورة مالبعدتين ندخلوه دا باللكمياء ديال التانية باكالوريا الكيمياء الي اغسكم تعرفوا انها دا كمياء تغلط منها دماغكم في دماغكم وفي البرماغكم الثلاثة الحوجات. الثلاثة ديال الفقرات. الفقرة الاولى والثانية ثم الثالثة. والثلاثة الاجزاء. الجزء الاولاني فيه من تحولات سريعة والبطيئة الى حدود اش? تحولات حمض قاعدة. تحولات حمض قاعدة. يعني فيه تحولات سريعة البطيئة. سرعة التفاعل. تحولات شمان حمض قاعدة. ثم اشتر خارج التفاعل الى اخرين. تعملها. الجزء الثاني عندكم الاعميدة. تحولات دلقائية والاعميدة. ثم اشتحولات القصرية. والجزء الثالث الاخير هو اش الكيمياء العضوية. الكيمياء العضوية فيها جزء درس. فيها منحة ديال التطور المجمع الكيميائية. واستروح الماء. اي وطن اخذته? اي وطن اخذته بيتلقى فيه اما جزء اجزاء او لا الاجزاء بثلاثة. كيم ما بغي يكون. نشوف انا واحد الوطن عندي هنا. انا اخذه لدى الفين وتسعطاش. ها هو الفين وتسعطاش هذا. الا لحطونا الجزءان واحد. الجزء مستقلا. اش كان في الجزء الاول? في المحلول التحليل الكهربائي. يعني هذا. ثم الجزء الثاني. اشنو فيه? ها هو الجزء الثاني فيه دراسة محلول لحم بوينزويك. انه وحن قاعدة. هنا لا يوجد كيمياء العضوية. لا كان. اكثر من هذا. اذا يكون الكيمياء قسمها على ثلاثة اجزاء. سوف تجد تلقى الجزء تلقى ثلاثة اجزاء والثلاثة. في 2016 سوف تضع فيها ثلاثة اجزاء. او موينة و موينة و موينة. او موينة. او موينة. اذا سوف تضع تقسيم الكيمياء. على الفقراء الأولاني والجزء الأولى. هالثاني هالثالث. هذا الجزء الولاني المهم فيه هذا الجزء رقم واحد تحولة السرعة الباطئة هذا شي تعرف اللي ستعرف أنه تدي التحول السرعة مع الملك يتقرأ يتقرأ من البداية الكيميات للخريض قد تحول أش تحول الباطئ عندما تقول تحول الباطئ أوتوماتيك مو تعرف جلو يمكن تتبعه بالعين المجردة أو بإحدى أدوات القياس بمتاحة في المختبر من بين أدوات القياس جلو تتبعه بمواصلة أو بقياس الضغط ولا بالمعايرة إلى آخره دوقات تحول الباطئ ممكن ذلك تتبعه بأش بواسطة هو المواصلة أو الموصلية أو الموصلية أو بأش بقياس أو بقياس الضغط أو بقياس بالمعايرة أو بقياس بالدرس ممكن أن تقول المواصلة هنا ترد البل هوا ممكن أن تقول هنا المواصلة أو الموصلية الموصلية تتعرف بأنها عند علاقة بجميع الأيونات عند علاقة بجميع الأيونات المتواجدة في الخلط تفاعلي سواء كانت مشتركة مشتركة في التفاعل أو أش متفرجة عاقبوا، إن أعلم في وقياس نحن نحن نأخذ دراسة المواصلة ثم هنا ي يوجد العلد المواصلة ونرأت لكم وأن هناك تخبر المواصلة بسبب الكثير من هناك أحد هناك تخبرون الأيونات المتفاعلات ونرأت على الإنماية ورأت على الإنماية كي يستعرون تقرؤون المواصلة لهم ونرأتني طليق اللوان كان هنا في لونداء والسي اللي لم يدخل في التفاعل في تواق سنين نفعله لذلك نفعل هذا جيد هنا كل شيء يجب أن تخدموا فيها تمرين تمرين في القياس بمواصلة في القياس بالضغط وفي المعايير أنا أعطي لكم كلها تمرين في فقرة يجب أن يكون تمرين جيدا لكي تعلمون هذا لذلك كل الموصيل يجب أن تخدموا جميعا لأي نتلك ينفق في الخريط التفاعلي قياس الضغط قياس الضغط قياس الضغط قياس الضغط ما من الحالة؟ إلا عندي الغاز في الحالة الغازات أقتم ما عندي شي غاز يقدم إلي التتبع ديالو سنقوم بقياس الضغط ساهمنا؟ من بعد الحاجة أخرى هي المعايرة سنقوم بقياس الضغط اكسدا اختزال اكسدا اختزال أو حمض قاعدة إما معايرة اكسدا اختزال أو معايرة حمض قاعدة لذلك هاته تحويجات كيف تعرفوهم؟ نقوم بقياس الضغط أو معايرة إما بقياس الضغط أو معايرة المنصرية التي لديها أي من المنطقة قياس الضغط التي لديها الغازات أكسدا اختزال أو حمض قاعدة تنزيله بمعايرة تفاهمنا؟ نحن لدينا جزء اللولاني تقريبان هاته الشيء اللي فيه بعد التحولات السريعة والتحولات البطيئة الحمض قاعدة أولا حمض قاعدة سهل ما فيه شي حاجة كثيرة بزر لا ترغب فيه هذه القاعدة سأتعلم واحد أحد هو تجمعوا لي كار اليه تابتات الحمضية بدلالة ط والتركيز سافي سأتعلمون وستلقوه لا ترغبوا أن تجمعوا دائما سأتعلمون وجهز أدوشات من معادلة الى آخر هنا قاعدة تجمعوا إما لحمد معالمات أم لا تجمعوا معالمات إما تجمعواوا يجمعوا معالمات إذا كنت تقوم بحماية الحمد لدينا مع الماء أعطينا هنا هي أموان زائد H4O بلس أو لدينا قاعدة B مع الماء أعطينا بحماية الحمد زائد هنا هي H1 أعجوش المعادة المالية لديكم قصيك تعلمت لقاتها بحماية الحمد بحماية الحمد بدلالة 6 O C تفهمنا وتعرفوا عبتاني أش بأن وراه عند التوازن عند التوازن يكون عندي خارج التفاعل وهو تابتة التوازن دائما عند التوازن لكي يمكن أن يقول لكم أنه يحسب لي تابتة التوازن عندما تقضي خارج التفاعل من أن يتلقى أن يساوليها هذه دائما عند التوازن يكون قد قد تتلقى أن يتساول هذا الشي في حمد قاعدة مضاعدة لحد من بعد أو ثاني هنا تعلمت لقاليا كبدالة طو والس هنا يعني السر ونفس القاعدة أخرى يتلقى بدلالة هنا يطو وصيد بي في هذه الدراكة يختلفوا ماشي بحال بحال تتختلفوا وتتقلبوا طبعا الحال هو ما تكونوش بحال بحال من بعد المعايرة المعايرة عندكم جوشت تفاعلت في المعايرة هكذا إما ستتلقوا معايرة معايرة حمد بقاعدة أو لمعاييرات قاعدة بحمض ستقدموا التشي تقولوا معاييرات حمد بقاعدة يعني عند الحمد تنزيل عليها القاعدة او موين. تعطييني او موين. زائد اش دوزو. معايرة قاعدة اللي هي بي بالحمد اللي هو اش رو بلوس. تعطيني بي اش بلوس زائد اش دوزو. هذا جوجت معايرة نخصكم تعرفوهم. والاستغلال دي المنحنة معايرة حين بقاعدة تكون منحنة دير هكا. هذا هي اش بي اش. وهذا هو بي بي. ولاخل المنحنة ديالي تكون دير هكا. يعني غير من المنحنة غدا يبني لكم هذا بي اش و هذا اش بي بي. هذه جوجت معايرة مالي عندكم. حمد او لا. قاعدة. وانتعرفو ستجدو اش نقطة تكافو. نديرو طريقة الممسات. نقسمها على جوج. تنسقط هذه هي بي بي او. هذه هي اش بي اش ا. هذه فاش كانت نفعني. كانت نفعني فاش نجبد الكاشيف ملوين. اللي عندي انا. هذا فاش كانت نفعني. كانت نفعني فاش نجبد تركيز ديال المحلول الحمد اللي عندي انا. ومن بعد تنقسم هذه على جوج. تنديرو بي بي او على اتنان طريعتين بي كا ا ا. إلا قال لكم جزولة بي كا ا من الملحنة الطريقة اللي كانت نفعني. صافي تقيمات الشيكين في معي. ثم الاعميدة. هدو اخدر جزء اللي اللي اولاني بعجالة. الاعميدة. اشخاصكم تعرفو فيهم. عندهم علاقة ب اكساد اختزال. ذاك الشي اللي اولاني. الاعميدة. عندهم علاقة ب اكساد اختزال. اكساد اختزال. اعميدة ديما في مجلسة تحويجات. ديما كان كا طود. ثم كان اش. الانود. تعرف علوم. كا طود هو اش. عند الكا طود هو الزائد. والانود هو اش. هو الناقص. الكا طود تقع عنده اختزال. اختزال. الانود يقع عنده اكسادة. اقول التوضي. المعادلة لهذا. تكون لدي واحد الايون. واحد الغيدكتور. اه هنا توضع. اه. تكون لدي واحد الاوكس. تربح الكا طود. يعطيني غيدكتور. هنا العكس. عندي اكسادة. عندي واحد الغيدكتور. كي تتحل واحد المؤكسد زائد ان الكترون. ديما هذه اكسادة. هذه اكسادة. وهذا اختزال. ديما القدر الموجب كطود. القدر السليب. انو دعقله لهم. من بعد تتكون الحصولات الطاقية. ستعرفوها. الحصولات الطاقية. غير العلاقة بان اين دي الالكترون. في واجز. فو دلتا التى. اه. اه. فو. اين. فو اف. هل يعفون. تساولية كو في واجز. فو دلتا التى. او قتلقوا بان اين تعيي الكترون ديركم. هي كو. فو دلتا تى. مقسمة على اف. هذه غتختم بها في الحصولات الطاقية. دائما تديرها. هلونا الاعميدة تحولات قصرية تقلب هذه تحولات القصرية تتقلب تتقلب تقول لدي الكاتود هو النقص والأنود هو الزائل ولكن هذا ما عنده اختزال ولا ما عنده اكسادة يبقى نفس الظاهرة الكيميائية تقلبها الزائل وتقلبها معه الناقص تقريبا أن الشخص يتعرفون في الكيميا باختصار يعني تكون ضابط لي كيميات المادة ضابط المعادلات وضابط لي العلاقة الموصلية لكي نجفد فيها سرعة تفاعل إما بالضغط أو لا بقياس الموصلية أو بواسطة المعاهرة كما تريدون في الكيميا لديكم تمرين هنا تتبع بواسطة الموصلية الضغط وتمرين المعاهرة وتمرين التركيز بالحجم إلى آخر يلا الله يصل الأمر سلام الله